السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعة يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله حب النهاردة أن أنا أكلمكم عن الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها في ناس كتير في التعليقات طلبت مني أن أنا أتكلم أقول لكم على نوعية الأكل اللي أنا كنت بقولها وكمان السؤال المهم جدا واللي بتسيل كتير خسيتي كم كيلو كل الحاجات دي إن شاء الله بإذن الله العظيم هنتكلم عنها في الفيديو ده مبدئيا ندخل على الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها جماعة كانت منقاصمة لقسمين القسم الأول وهو الصيام المتقطع وبسرعة كده وبإجاز هكلمكم عن الصيام المتقطع إيه معناه وإزاي بنصوم صيام متقطع الصيام المتقطع يا جماعة هو إن إحنا نمتنع عن الأكل لمدة 16 ساعة لازم وحتما نبعد عن الأكل 16 ساعة طيب إيه اللي مسموح نشربه في فترة الصيام المتقطع مسموح نشرب المية شاي من غير السكر جهوة من غير السكر ممكن حليب لا ممكن بيبسي ضايت لا هو ده المسموح طبعا ده الشق الأول وهو شق الصيام المتقطع ندخل بقى على الشق التاني وهو الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها كانت عبارة عن إن أنا بتعدت تماما عن الخبز والرز والسكر والمقارونة يعني نشويات كربوهايدرات سكريات مفيش كل ده ركنته على جنب طيب كنت باكل إيه كنت باكل ده طبعا دي كتواجبة فطار لنا نصورها دي آآ بيد مسلوق خاص خيار جبنة طماطم دي كتواجبة من واجبات الفطار وصدقوني مش هتقدروا تكملوا الطبق ده أنا كنت باكل نص أو ربع بس كنت أحبه أحط قدامي طبق مليان عشان أشبع روحي أيه هو لازم كده برضو يا جماعة المهم سبحان الله ولا إله إلا الله الحمية دي يا جماعة لها مميزات حلوة جدا جدا غير إنقاص الوزن وطبعا هنتكلم عليها ندخل بقى على السؤال المهم جدا واللي بتسئل كتير نقصتي كم كيلو أنا بالزبط في خمسة واربعين يوم أو ستة واربعين يوم تقريبا نقصت بما يعادل 11 كيلو و300 جرام بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا الفيديو ده معمول يوم التلاتة ممكن ينزل لكم يوم الخميس أو يوم الأربع مش عارفة بس هو معمول الإسبوع ده أنا عملاه في نفس الإسبوع اللي هنزله فيه طيب المميزات التانية اللي في الحمية دي غير إنقاص الوزن فيها مميزات كتير جدا أول حاجة سبحان الله ولا إله إلا الله بتدينا صفاء ذهني يعني إيه يعني بتحسوا براحة نفسية بتحسوا إن انتوا حتى تفكركوا متزن مش مشتت فيه موضوع عايزين تفكروا فيه بتفكروا فيه صح بيخليكم يعني فيه عندكم صفاء ذهني من الحاجات الحلوة جدا طبعا بتدينا برضو يعني بسم الله ما شاء الله جسم مشدود ما فيش ترهولات خالص مطلقا على الإطلاق جسم مشدود وجميل ده بالنسبة للسيدات طبعا بتدينا برضو بسم الله ما شاء الله وجه نظر بتخلي وجه الوحدة كده جميل وبصوا تحسوا إن هو وجه أطفال ليه بقى أقول لكم ليه أول حاجة خلونا نتفق إن السكر والملح دول الأبيضان الضران من أكتر الأشياء المضرة للإنسان على وجه الأرض السكر والملح السكر طبعا ربنا يسطر علينا وعليكم وعا السمعين يا رب بيجيب مرض السكري وده شيء معروف الملح الله يسطر علينا وعليكم وعا السمعين بيجيب الضغط وطبعا إحنا الستات بنحب الحاجات الملحة ده أساسي المهم أنا بتعدت تماما عن الاتنين دول ومعهم كمان الخبز والرز والسك والمقارونة والحاجات دي كلها طيب يعني الوجبات بقى اللي كنت باقولها الوجبات اللي كنت باقولها كنت باقول في الصبح مثلا ممكن اتنين بيضة مسلوقين زي ما شفته كده في الغداء ممكن يا إما سمكة مشوية وشوية صلطة يا إما ربع دجاجة مشوي وشوية صلطة يا إما جطعة لحمة مع طبق خضار وشوية صلطة برضه ده كله وجبات غداء طيب العشاء لا أنا ما كنتش بتعش يعني ما ما كنتش بتعش كنت بتغدى حوالي الساعة 4 أو الساعة 5 خلاص بافضل عليها لحد تاني يوم الساعة 12 الحمد لله رب العالمين ووحدة وحدة يا جماعة هتتعوده وحدة وحدة هتتعوده يعني مش مش هتحس بالجوع قوي ممكن في أول أسبوع طيب لو في حد مش قادر مثلا عايز يتعش عادي ممكن ناكل طفاحة خضرة مع علبة زبادي وممكن ناكل أي نوع من أنواع الفاكهة أو علبة زبادي برحيد كوي يعني المهم اللي عاشا يكون حاجة خفيفة خالص دي حاجة طيب اللي مسموح لي أكله وأنا يعني في الفترة اللي هي مش في فترة الصيام المتقطع مسموح لي أكل كل حاجة والفواكه كلها إلا أربع أنواع من الفواكه العنب الموز التين البلح أو الطمر الأربع دول لا ممنوع لأن دول السكريات فيهم عالية جدا جدا طب إيه أكتر فاكهة ممكن أكلها بين الوجبات زي تصبيرة كده مثلا وتكون مناسبة ممكن عندي البرتقال اليوسفي الكومترة طفاح الأخضر طبعا ده في المرتبة الأولى الكيوي الجوافة الكرز الفراولة الحاجات دي كلها عادي جدا ناكلها ما فيش فيها أي مشاكل وناكل واحدة أو اتنين عادي ما حدش بيقدر يأكل اتنين يعني هي واحدة فضلة والنعمة من ربنا طبعا دي بين الفطر وإيه والغداء أو بين الغداء والعشة لو في حدها يتعش يعني طيب بالنسبة لبقية الأكل بقية الأكل أكل أي حاجة إلا النشويات والكاربوهايدرات والسكريات أكل خاص أكل جرجير أكل خيار أكل طماطم ورقيات بجميع أنواعها أكل سبانخ أكل رجلة في حاجات كترة جدا ممكن تتاكل فضل ونعمة من ربنا وسبحان الله يا جماعة لما مشيت على الحمية دي أنا أكلت حاجات ما كنتش باكلها خالص في حياتي والله العظيم رغم إنها ببلاش لكن إحنا نوعا ما كانت حياتنا غلط يعني نقوم الصبح مثلا ممكن ناكل سامولي مع جيبنا سيلة أو سامولي مع إيش طوم ربا متخيلين سندودش السامولي اللي هو الفينو مع إيش طوم ربا ده دمار دمار وممكن نشرب معه ببسي وممكن نشرب نسكافي وفيه سكر لا الحاجات دي مفيش خالص سبحان الله كنت الأول أنا عن نفسي وكنت بجيب زيت زيتون ممكن مرة كل شهر أو شهرين دلوقتي يبقى معدل كل أسبوع بجيب إزازة لإني باستخدمه باستمرار على السلطة بطبخ بيه الأكل اللي هنأكله ممكن أجيب فصولية خضرة وقطعها وعملها مع لحمة نيف نيف كده أنا عن نفسي محبش الأكل المسبك يعني حتى قبل الحمية لا أؤمن بالأكل المسبك خالص وحاسة إنه فيه ضرر ومش حلو تاني حاجة كنت مثلا أستخدم زيت الزيتون وزيت السمسم محبة بقى يا جماعة إن أنا أكلمكم عن زيت السمسم سبحان الله ولا إله إلا الله زيت السمسم فيه فوايد رهيبة أفضل أفضل أنواع الزيت يمكن يكون كمان أفضل من زيت الزيتون لما نستخدمه في الأكل بس للأسف إحنا فيه ناس كتير ما عندهش فكرة عنه زيت السمسم موجود بس نضمن إن إحنا جايبينه من حد يعني زيت سمسم أصلي مش مخلط بزيت تاني وده طبعا موجود هنا فقابها في الجنوب في سوق الثلاث ورخيص الجرورة بعشرين ريال وخمستاشر ريال بيجي من محايا العسير زيت سمسم أصلي حاجة كده آخر جمال كنت بستخدم زيت السمسم وزيت الزيتون في الأكل اللي أنا باكله الحمد لله رب العالمين أنا عن نفسي راضي عن النتيجة جدا جدا وأنا من الناس اللي ما بتبصش لإنقاص الوزن قد ما بتبص للنتائجة التانية الإيجابية اللي أنا اكتسبتها من الحاجات الجميلة برضو اللي بنكتسبها مع الحمية دي إن هي بتزبط حياتنا بتزبط نومنا بننام بدري وبنقوم بدري يعني بننام يعني آخرنا في النوم ممكن يكون الساعة عشرة الساعة أحداشر وبنقوم قبل الفجر الساعة أربعة الحمد لله رب العالمين آآ طبعا المشي آآ اللي يقدر يمشي كل يوم تلاتين دقيقة يبقى فضل ونعمة من ربنا أنا للأمانة ما كنتش بمشي كل يوم كنت يمشي كل يومين كل تلاتة أيام لأن أنا مش فضي أنا عندي شغل وعندي بيت وعندي عياله وكده كده بروح وباجي فيعني ايه المشي ما كانش في الجدوى لليومي كل يوم لا للأمانة لا ما كانش كل يوم لكن اللي يمشي كل يوم يعني تأكدوا إن هو هيكون كسبان وهي يعني وزنه هينقص زيادة عن اللي أنا بقوله بكتير أما بالنسبة لي أنا 11 كيلو في 5 أو 6 أو 40 يوم ده حلو جدا جدا وفضل ونعمة من ربنا خستهم بالراحة من غير مجهود جامد ومن غير وقت بسيط خدوا وقت مناسب ودي أحسن حاجة يا جماعة إن احنا نخس بالراحة اللي يجي بسرعة بيروح بسرعة إزاي بقى يعني أنا مثلا حد يجي يقول لي ده في حبوب بتخسس مثلا 10 كيلو في 10 تيام لا أنا ما نصحكوش بيها والله ما نصحكو بيها تأكدوا الوزن اللي بيروح بسرعة ده في ضرر على الجسم يعني ما تنسوش عندنا الكبد محتاج للدهون الكلة اللي مسك الكلة كلة بتاعتنا إحنا كبني أبمين هي الدهون لو جيت فجأة وخسيت وزن كبير جدا ممكن يحصل لي إسقاط في الكلة زي ما بيقولوا طبعا الدكاترة فاهمين الكلام ده الكلة بتاعته يجيها إسقاط ما فيش حاجة مسكاها لأ أنا خس بالراحة وعلى مهلي وشوية شوية الحكاية كلها عايزة توقل على الله عايزة نطلب من ربنا أن هو يساعدنا ويعيننا ويوفقنا ونبدأ نتوكل على الله ونمشي في الحمية بتاعتنا هنخص بالراحة ومن غير تعب ومن غير حرمان ومن غير اكتئاب بقى وتعب نفسي وشعرنا بيقع والكلام ده لأ ما فيش خالص الحمية دي ما فيش فيها الكلام ده خالص بالعكس بنأكل حاجات صحية إحنا في الحياة ما الطبيعية ما بنأكلهاش زي الصلطة كل يوم زي الورقيات زي الفكهة الطفاح الأخضر ثم الطفاح الأخضر ثم الطفاح الأخضر من الفواكه اللي بتاعتي نضارة للوجه بسم الله ومساء الله اللهم بارك دي كانت أغلب الحاجات اللي أنا حاب أكلمكم عنها عن الحمية بتاعتي اللي أنا مسيت عليها حوالي خمسة واربعين يوم الحمد لله رب العالمين اكتسبت منها حاجات كتير جدا زي ما قلتلكم أول حاجة طبعا انقاص الوزن تاني حاجة صفاء في الزهن نضارة في الوجه جسم جميل فيه بصوا عاد فيه اليقة بدنية نوعا ما عالية عن الأول بنمشي بسرعة بنقوم بسرعة بنجلس بسرعة الإنسان حاسس نفسه خفيف فيها حاجات حلوة جدا زي ما قلتلكم هي بس فيها عيب واحد وده مش عيب ده طبيعي يعني ان أول أسبوع بتحسوا شوية بدوخة تحسوا شوية بدوخة لكن والله يا جماعة حلوة جدا وأنصح الناس اللي عندي بيها بسم الله من شاء الله اللهم بارك طبعا زيدي الصيام المتقطع الصيام المتقطع من الأشياء الجميلة جدا جدا في إنقاص الوزن وربنا يسلح لكم وربنا يوفقكم وربنا يعينكم يا رب واللي عايز يبدأ فيها أنا بنصحه بيها يتوكل على الله ويستعين بالله ويدخل في الحمية دي حلوة جدا وكل الأكل اللي بناكله أكله صحي بس هي دي أو هو ده الكلام اللي أنا كنت حابة أتكلمكم عن الحمية اللي أنا مشيت عليها واللهم لك الحمد والشكر يا رب جابت معايا نتائج أكثر من رائعة الحمد لله رب العالمين نحمد الله والناس بقى اللي معانا الجميلة الحلوة العسل يعني تدينا لايك كده عشان الفيديو ده يعني يرتفع والناس كتير تشوفه وناس تستفاب منه وربنا يوفقكم جميعا ويوفقنا يا رب اللهم أمين يا رب العالمين وفي نهاية الفيديو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وياكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته